بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رصيتي لكل مسلم على وجه الأرض وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا بالانتماء إلى الدعوة المباركة الدعوة الكتاج والسنة وعلى منهج السلف الصالح وفيهم ونفسه لتقوى الله تبارك وتعالى أولا ثم بالإستزادة من العلم النافع كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وأن يقرنوا علمهم الصالح الذي هو عندنا جميعا لا يخرج عن كونه كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أن يقرنوا مع علمهم هذا والإستزادة منه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل أن العمل بهذا العلم حتى لا يكون حجة عليهم وإنما يكون حجة لهم يوم لا ينفع مال ولا بنيون إلا من أسى الله بقلب سليم ثم أحذرهم من مشاركة كثيرين ممن خرجوا عن خط السلف بأمور كثيرة وكثيرة جدا يجمعوا كلمة الخروج على المسلمين وعلى جماعاتهم وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحية وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى وعلينا كما قلت في جلسة سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى وفي معادة إفادة وعلينا أن نترصق في دعوتنا المخالفين إليها وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى دائما وأبدا ودعو إلى شبيل ربك بالحكمة والمواربة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأحق من يكونوا باستعمالنا له أو معه هذه الحكمة هو من كان أشد خسومة لنا في مبدأنا وفي عقيدتنا حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي انتم الله عز وجل بها علينا وبين ثقل أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل فأرجو من إخواننا جميعا في كل بلاد الإسلام أن يتأدبوا بهذه الآداب الإسلامية ثم أن يبتقوا من وراء ذلك وجه الله عز وجل لا يريدونه جزاء ولا شكور ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة